اول مرة حبدأ اشرح لكم بالفاكسينات لازم نعرف اول مرة شنو الاكوايرد اميونيتي هي الفاكسينات عبارة عن نوع من الاكوايرد اميونيتي شنو معنى كلمة اكوايرد اميونيتي اكوايرد يعني مكتسب ومناعات صور واضحة يعني المناعة المكتسبة فهي هدف الفاكسينات هدف اللقاحات هي انه تحصل انت اكوايرد اميونيتي مناعة مكتسبة بس طبعا المناعة المكتسبة مو فقط تجيك من الفاكسينات لازم نتفق على شغلة معينة المناعة تنقسم الى نوعين باسف اميونيتي واكتف اميونيتي واضح باسف اميونيتي واكتف اميونيتي شنو يعني معنى كلمة اكتف اميونيتي يعني انت لما تبذل جهد حتى تسوي شغلة فانت اكتف لما انت تقوم من النوم وتلبس ملابسك وتروح على المحاضرة برمضان وتعبان فانت اكتف هذا يسموه اكتف يعني انت لازم تقوم بفعل اكتف طب باسف اميونيتي شنو لما انت ماشي على البركة يعني لما يجون اصدقائك يودوك على الدوام دفش لازم يدفعوك يلا تروح على الدوام لو انت لما يعني اشي سموها تريد تقوم نايم وما لك خلوق تقوم وهذه الا صديقك ياشي حفزك يلا تقوم فهذه تسمى باسف اميونيتي باسف اميونيتي يعني بتعب الغير مو بتعبك اكتف اميونيتي بتعب جهازك المناعي هذا المعنى طيب يا دكتور عمر اللي عد شنو الامثلة عليهم انتبهوا عليهم فاسا اتفقنا الاكوايرد اميونيتي المناع المكتسبة هي اما اكتف اميونيتي اللي هي اميونيتي ديولوبت افتر اكسبوز تو انفكشن او فاكسين هذا مناعة اكتف اميونيتي يعني اكو باثوجين ادالك الى مناعة باسف اميونيتي 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 اكوايرد فروم سمون او سمثين يعني مناعة انتخذتها جاهزة طبعا المناعة اننقصودها شنو هي الانتي باديز الاميونو جلوبيولين اي جي ام اي جي جي الاميونو المهينو اميونيتي الطيب الاسف اميونيتي مثل شنو عدنا طبعا هي تنقسم اثنينتهم الى نوعي الناتشرال وارتيفيشيل كلمة اارتيفيشيل يعني صناعي وكلمة ناتشرال يعني طبيعي الاسف اميونيتي اللي تجيك الجاهز الناترال كلكم انتو حصلتوا عليها من منو يا دكتور عمر من امهاتنا حصلنا احنا بسبب الرضاعة الطبيعية حصلنا وطبعا من البلاسنتا ايضا حصلنا شغلة اسمها ناترال باسف اميونيتي اللي اخذنا انتي باديز من وين من الام زيان يا شاطر يقول لي يا انتي بادي عبر من البلاسنتا يا الله نرجعكم الى المرحلة الثالثة يلا يا شاطر يقول لي يا انتي بادي عبر من البلاسنتا وكل الانتي بادي يستعبر من البلاسنتا يلا فكروا ها نتنامون اي جي جي عفية يا عمر اي جي جي فقط اي جي جي فقط يعبر من البلاسنتا طيب بالبرست ميلك بريست ميلك الحليب اللي يتي من الام ياهو اي جي اي عفيا عليكم اي جي اي عفيا عليكم فهذا يسمى بناتشرال انتبهوا ناتشرال باسيف اميونتي طيب ارتفيشيال باسيف اميونتي هي شنو لما احنا ننطي انتيبودي جاهزة لشخص مثل اللي ننطي الاميونو جلوبيلين في حالة مثلنا الريبيز في حالة التيتنس هنا مدى اقصد على لقاح الريبيز او التيتنس لا انه ننطي اميونو جلوبيلين كعلاج هنا مدى اقصد على لقاح ننطي اميونو جلوبيلين كعلاج يسموها ارتفيشيال باسيف اميونتي انه انت لما واحد يكون بعض الامراض ما عدنا انتيبويتك عليها وما عدنا مضاد حيوي في مرات نفطر ننطي اميونو جلوبيلين جاهزة كانوا قبل يصنعوها من من حقن الانتيجين بالاحصنة وغيرها وتوليد انتيبودي لكن حاليا يستخدمون طرق صناعية بحق البكتيريا يعني شغلات جينية بدو يصنعون من عدها انتيبودي خاصة بامراض معينة فهذا يسمى ارتفيشيال طيب لعد احنا موضوعنا اليوم الفاكسينات من الاكتف اميونيتي طب يا نوع اكتف اميونيتي ارتفيشيال لو ناترال صناعي ولا طبيعي اكيد ايش صناعي الفاكسينات شغلات صناعية فما تعتبر مناعة طبيعية طب شون تكتسب انت مناعة طبيعية بطريقة تشبه الفاكسينات انه انت تتعرض للمرض نفسه تعرضت لفلاونزا راح يصير عندك مضادات حيوية انتيبوديز للفلاونزا تعرضت للهيربس عندك انتيبوديز للهيربس تعرضت للميزلز عندك انتيبودي للميزلز عرضت للروبيلا هذا طبيعي بس هذا يحتاج انه انت تنصاب بالانفكشن وهذا الشي سيء مو احنا هدفنا ما ننصاب بالانفكشن فالبشر جوي بطريقة جديدة لاكتساب المناعة هي شنو من نوع الاكتف انه جسمهم يبدأ يفرز انتيبودي عندنا تكون خلايا مناعية جاهزة انه تفرز لك انتيبودي تمام وقت الحاجة مو تحتاج تأخذها من مصدر ثاني هاي الطريقة اللي هي اللقاحات زين اللقاحات هي شنو انتبهوا عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة